اليوم بنتكلم عن مرض السرطان بس مش مهم المرض المهم البطولة تجاه المرض المرض الناس لما بتقابله في كتير بيقفونه أبطال وكتير بيبقوا محاربين من البطل ومن المحارب وإيه الكلمة الأقرب بالنسبة لهم ممكن يستخدموها أو يحسوها والبطولة مش بس على فكرة للشخص المريض البطولة كمان للي حواليه أهله، ناسه، أصحابه، زميله، مجتمعه كل الناس لأنه في النهاية بيبقى دايرة كاملة بتواجه نفس المرض خليني أرحب وأتكلم معاكم أكتر ومع ضفتي العزيزة دكتورة مها نور مساء الخير يا دكتورة وخليني أقول التايتل بتاعك اللي عجبني رئيس جمعية سحر الحياة يعني الاسم حلوة أولا وده أيضا لدعم الأطفال المصابين بالسرطان لا، لكل أبطال السرطان عموما كل أبطال السرطان أطفال وكبار كله فيه كمان مبادرة اللي هي زراعي خط أحمر دي كمان يعني اسمها حلو جدا يعني كل الكلام دا اللي بيدي طاقة أنت ليه كنت معترضة عن استخدامنا لكلمة محارب؟ وفضلت إن إحنا نقولها بطل أبطال بوسي أنا شايفة إن المحارب عنده إمكانية الهزيمة أو الامتصار لكن البطل منتصر بطل على طول منتصر على طول صحيح لما ربنا أراد وداني لمرض فده معنا إنه هو بيحبنا وبيصطفينا وبيقربنا منه فده في حد ذات انتصار لو ربنا أراد وأخذ ودعته فإحنا رايحين شهداء فده في حد ذات انتصار لو ربنا أراد وداني لعمر فهو بيديني فرصة إني أعدل مصار حياتي للأفضل فإحنا ما عندناش إمكانية للهزيمة أبدا حتى الموت عندنا فيه انتصار المحاربة والبطولة اللي اتنين مع بعض عشان أكون أنا البطل ده أو أكون أنا بتعامل ببطولة إزاي يقدر أوجهه لأنه الإنسان بطبيعته قلوق مخواف فلما حيتقال قدامه المرض ده له أعرف أن المرض ده ممكن يكون سبب من أسباء رحيله على الدنيا أو أنه يبقى ابتلاء ويبقى عنده حق البطولة ويكمل العيش بسلام إزاي يقدر يواجهه في البداية مع أول ما يعرف أنه خلاص لازم يواجه المرض حاجتين أهم حاجة أن تقتنع أن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا وتاني حاجة الدعم النفسي ودول أهم حاجتين في حياة أي بطل في الحياة مش بس بطل السرطان هل الإرادة فعلا بتحارب الإرادة دي أصلا حاجة غير ملموسة طبعا هي عبارة عن طاقة روحانية داخلية الإنسان حذرتك قلت يهو روحانية 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 دي يعني معناها إيه؟ إنها إيمان بربنا إنه ما بيعملش شيء سيء أبدا هي دي السر إنك تؤمن يبدأ هتقدر يتقاومي أي شيء في الدنيا مش بس المرض أي مشكلة السيدات أو الرجال يعني اللي بتشوفيهم بيروحوا حلقين شهرهم خارجين للناس ولبسة حالة بتحسي إنه هم كده مفيش خوف عليهم تبقى متطمينة آه طبعا طبعا في بدأت بذرة القوة عندنا نقدر تواجه واجهة الناس طعبة جدا يعني إحنا لما بيقع الشعر ممكن حتى وهي لبسة إشاربة على رأسها ووشها باين عليها الشخوب حد يديها كلمة تدايقها وتجرحها مبالك بقى خارجة وهي زي ما يقولون قرع أو زلبطة قدرت إنها تعمل ده وتواجه البشر في الشارع وتسمع كلمة من هنا ومن هنا متقبلها ده قمة القوة والصبر والإرادة إيه مبادرة زراعي خط أحمر؟ إحنا كأبطال سرطان لما بنشيل السادي بنشيل معاه حاجة اسمها لغودة اللنفوية لغودة دي بتتشال من تحت الإبط لما بتتشال بتسبب محازير كتير جدا على الست أو الراجل لأن سرطان السادي سيدات ورجال إيه المحازير دي؟ ما ينفعش يشيل حاجة تقيلة ما تنفعش تتقرس تتجرح تتعور تتلسع أي عنف بأي شكل من الأشكال ممنوع ليه ممنوع؟ لأن ده بيسبب مرض تاني اسمه لنفوديما يعني إيه لنفوديما؟ يعني بيخلي الضراع تدخل وتبقى عاملة زي رجل الفيل وللأسف ده مرض مالوش أي علاق في الدنيا خالص مع الوقت الأقادر ممكن يحصل بتر للزراع لو ملحقناش تاني فأنا كنت اتعرضت الحاجة زي كده وأنا في مستشفى استثماري للأسف وقلت لهم قبل ما أدخل قلت العمليات إن أنا عندي مشكلة في دراعي فيسبوك وسمتها الضراعي خط أحمر التجربة بدأت الناس تسأل طفي إيه؟ هتعمدي إيه؟ فقررت أن أنا أعمل سورة السورة دي أخدت براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ليه؟ لأن إحنا بنحط فيها زي ما حضرتك شايفة كده الأول أنا هشرحها هي مكتوبة عليها باللغة الإنجليزية مصطلحات متعرفة عليها دوليا ممنوع الحقن والضغط والدم بالعربي الضراعي خط أحمر معمولة على حرف سي علشان ما ينتعش ألاعها زي الجويشة تتعورني ودي نفس القصة نفس الكلام مكتوب عليها بس هي الفكرة أن إحنا ليه خدنا عليها براءة اختراع إحنا بنحط هنا كل البيانات الخاصة بالبطل أو المريض اللي لابس الإسورة لأي سبب؟ يبقى معروف حالته إيه بزرعة؟ آه أي حد يقدر أنه ينقذه مجرد ما هيحط سكان على الـ QR هيقدر يعرف هو مين ساكن فين بياخد علاج عامل إزاي؟ آه بـ QR كود آه دي بنحط فيها هنا فلاشة لكن دي QR في منها كمان عملنا منها كمان السيليكون لأن اكتشفت أن في البيت لما كنت قاعدة في البيت وأنا مش لابسها لأن طبيعي هي معدن فأنا مش حابة ألبسها في البيت فتعبت طب ليه بتلبسها في البيت؟ هحكي لحضرتك تعبت مرة فجرتي تلاتة عشان تديني حوقنا ومكنتش لابسها في إدايا فكتت هتديني الحوقنا في الدراعي فحسيت أن كان لازم دي تبقى موجودة لابسها في البيت؟ فأي حد ما يعرفش ينتبه؟ آه يعني أنت في البيت ممكن تقدري تغسلي بيها تاخد لي شاور تنامي تعملي كل حاجة لأنها سهلة هي الأمان آه 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 أمان وهي كمان لازم معاها يبقى تعريف في المجتمع بأنه كل اللي بيرتدي دي يفهمها لازم أقرأ لأنه ممكن أعتبرها أسورة ومقرأش آه لكن لازم يبقى فيه وعي عن طريق السوشيال ميديا أو التليفزيون أن دي اللي بيلبسوها لازم تخلوا بالكم منهم متجرأبوش من دراعهم آه ما تدهاش حقنا بالعلط كمان هي مكتوبة هنا إحنا عاملينها لو خدت بالك حضرتك برزة علشان حتى لو في حد أعمى ما بيشوفش أو ضرير يعني يقدر أنه يعمل كده يقدر يفهم يعني مجرد هو ما حيعد يلمسها آه هيعرف إيه المكتوب عليها بس أنا نفسي أعرف الحكاية بداية الحكاية كانت يوم عيد ميليدي من 13 سنة كان وقتها عندي 33 سنة تحسبوش ورايا بقى آه فنحسب كنت قادة على السرير وبعمل كده فحسيت أن في حاجة ورمى في صدري فجريت على جوزي قلتوله أنا حسن في حاجة هنا غريبة مكنتش فاهمة فقالي طب تعالي نروحها للمستشفى الصبح ونكشفها نشوف فيه المهمة كشفت الدكتور قال لي مفيش أي حاجة ما تقلاقيش 90% من السيدات بيجي لهم الموضوع ده وبيبقى شيء طبيعي جدا يا بنتي روحي خرجت من المستشفى وقفت برع على الرصيف قلتوله أنا مش مرتاحة أنا عايزة روح للدكتور في عيادته وفعلا نروح للدكتور في عيادته وكشف عليها وطلب إشعاعات وتحاليل وجبتها وبص فيها وقال لي نفس الكلام طب مني قال لي بس أنت لسه صغيرة وسنك 33 وثلاثة متجوزة فيفضل أنك تدخلي تعملي العملية علشان ما يكبرش يديك بشكله مش لطيف فدخلت قط العمليات على أني بعمل عملية تجميل أو بشيل حاجة زيادة ملهاش لازم خرجت من قط العمليات ها يا دكتور لا أبدا ما فيش حاجة ما تقلقيش إحنا بقالنا 20 سنة في المجال ده مجرد ما بنبص على الورن بنعرف إذا كان خميس ولا حميد أنت ما فيش كش حاجة عندك روحت البيت المصوليجي بتاخد حوالي أسبوع قبل ما بتطلع النتيجة ما فكرتش أبوست على الورقة لما طلعت ولا أراها خدتها وروحت للدكتور كنت أنا ساعتها أنا وجوزي وأختي وديته الورقة فلقيته مسك الورقة وبيبص فيها وما بيتكلمش سألته تلات مرات يا دكتور فيه إيه مردش آخر مرة راح باصس في الأرض طوله هو سرطان راح أعملي كده بصي في اللحظة دي بقى مع تحولت 180 درجة لقيت نفسي بقوم منع الكرسي وهم الاتنين معي أختي وجوزي ما بينطقوش قمت وقفت قدام وحطت إيدي على الوكتب طوله أنا عايز أعرف دلوقتي أنا هشير صدري كله ولا جزء منه هاخد كيماوي ولا لا بصي لي وقال لي ما عرفش طوله يعني إيه ما تعرفش قال لي أنا هدخل لقصة العمليات وهجيب معي دكتور تحليل وهشيل واقف عند الكوز السليم لكن أنا مش قادر أقولك إذا كنت هشيل كله ولا لا دخلت قصة العمليات وخرقت أول طبعا سؤال سأجدونهم كله ولا حتة منه فقالوا لي الحمد لله أنه نصوه ولا تشادي يعني مش كله كده ومن هنا بدأت بقى الرحلة رحلة العلاج بقى الكيماوي والإشائعي عايز أقولك أن أنا شعرت وقع آه كنت زلبتة بس أمر انت عمر أصلا انت عمر أصلا آه طبعا شعري وقع أحسستك الإيوم بعد الخروج بسي وكان أصعب حاجة وزوجة وبست جميل عايز أقولك أن أنا ما كنتش بنام بالليل علشان خايفة الإشارب يقع من على راسي فهو يشوفني في شكلي مش حل آآ جوزك آآ فكنت أصحى أما هو ينزل الصبح للبنك أروح نايمة ففي يوم من الأيام سمعت ابني بينضح على أخو كانوا لسه صغيري نوقتها يا مازن يا مازن إلحق مامي ما فيها الشعار حملت كده لقيت الإشارب أنت كنت خلفت الأولاد الأولاد آه الحمد لله أنا عندي ولد في ربع جمع ربنا جميل برضا طبعا فما كنتش عايزة الولاد كنتش عايزة أحد يشوفني شكلي وحش أنا دايما والشعر كان وقع كله آآ آآ كله بلاطة آآ بس ما كنتش بحب أحد يشوفني شكلي وحش كنت بحوط مكياجه شكلي لطيف حتى لابسة بدي إنتي حالة لطيفة جدا بس وإنتي لوحدك قدام المراية كنت ببص مها المهة كنتي بتقولي المهة إيه في المراية كله هيعدي وهبقى حلو أصلي وسي هقولك على حاجة كانت مش بخوفيني وأنا ليه شايفة دموع أنا أنت عديتي بس هي الدموع علامة نصر إنها كنت بطلة لو عديت أكيد ولا الدموع أن أنا مش عايزة أدخل تاني التجريبات على فكرة أنا لو مر بي الموضوع ده تاني وقالوا لي تعيدي حياتك من أولو جديد هقولهم آآ آآ أنتها من أولو جديد لأنها تغيرت 180 درجة للأفضل ربنا عميش حالة من الأواكي أنت جوزي وربنا وجوزي آآ بس ده زوج جميل هحكي لك موقف خلينا نقوله ألف تحية بجد للراجل المصري الجميل بسي أحكي لك على موقف حصل يمكن هو ده اللي وقفني على رجلي كنت ساعتها شعري زربطة زي ما بقولي أنا مش معي شعر خالص فكنت في يوم وقفة قدام المراية زي ما بتقولي دي كده وبكلم نفسي وبسترجع شكلي قبل كده يعني أنا شكلي بقى وحش قوي فكان هو نايم مع السرير وقتها فأنا بص في المراية وبكلمه وبقوله أحمد أنا حاسة أنا شكلي بقى وحش قوي فلاقيت راح أقيم من على السرير وراح جاي من ظهري خدني في حضنه وقال لي أنت أجمل ستة في الدنيا الله يمكن أنا كنت عارفة أنه ما بيقولش الحقيقة بس الكلمة دي هي اللي وقفتني على رجلي هي اللي خلتني أحس بالثقة في نفسي بس أكيد كان بيقولي الحقيقة يعني راجل جميل وعيش معيك مش عالتها قربة هو عايز يديك كل بس مش عالتها قربة أنت جميلة في عينيه يعني مش موقف الباقي ممكن في قلبه يعني لكن الشكل من بره أنت فقدت كل أنستك طبعا فقدت شعرك وجمالك وجزء من جسمك كل ده راح وفجأة بتلاقي واحد بيطبطب عليك وبيأخذوك في حضنه وبيقولك أنت أجمل ستة في الدنيا عايزة أي تاني ده اللي خلاكي تجري طبعا هو ده اللي غير حياتي من أول وجديد كلها خلاص دهكي ثقة في نفسك أنت حسسك أنك أنثى أنت لسه مرغوب فيكي أنت ما فيكش حاجة نقصة عملتي إيه بقى التحول حصل إيه من واحدة فشلة ومتعرفش تعمل أي حاجة في حياتها إطلاقا أنا عايزة أقولي كده ما كنتش بعرف أن ينزل أشتري حتى هدومي خاصة بي أنا أعني ورجلي على رجل ويوديني عند ماما ويجيبني البيت خلاص بقيت معتمدة على نفسك في كل حاجة كنت بكتب على صفحيتي على الفيسبوك زي شعر وحاجات كده يعني فحد تخلي قال لي واحدة يعني قالت لي أنت بتكتبي حلو قوي إيه رأيك ما نعمل مجلة كان من 13 سنة ما فيش لسه الإلكتروني والحاجات دي إيه رأيك نعمل كده قلت لها لأ أنا مش بعرف مش بتاعة تحمل مسؤولية والكلام ده فضلت تزن ورايا ورايا الحد ما فيهم سحية الصب حلقتها بنية الموقع وحطه لي على الشات ويلا إبدائي وكتبي من هنا بدأت مها بدأت أكتب اسمي اللي بقى يكتب جوه سمتها سحر الحياة على فكرة المجلة سمتها سحر الحياة عشان كده أنا سميت الجماعية بإسمها فبدأت أكتب وبدأت اسمي يطلع بقى برا بدأت أكتب بقى في كل الجرائد اللي تتخيلها زكية حكومية أو خاصة أو برا مصر أو بقى مصر فبدأت أبقى معها فبقتي بطل حقيقي دي حاجة بصوري ربنا أدكي حاجة عشان عشان يغير حياتي للأجمل عشان تبقي بطلة بجد أنا عايز أقولك إن كنت ساعات بفتح بفتحش شباج بيتي بالشهر ببشوفش الشارع شوفي بقى لدرجة إيه واحدة قد إيه يعني طبع يعني على نفسها بقفولة على نفسها من هنا بقى من كاتبة صحفية اشتغلت فترة من الفترات معدة ورئيس تحرير برامج وكملت تعليمي يعني أنا عايز أقولك إنه دي من اللقاءات اللي أنا يعني أنا عايشت معيك وعايشت مع الزوج ومع البيت ومع الأهل ومع مرايتك ومعاكي أنت شخصيا وودتيني أنا طاقة حلوة جدا بجد وودتي الناس كتير ممكن يكون عندهم يعني تخوف وقلق تقولي إيه الكلسة دلوقتي هي بتحارب وليسه ما بقتش بطلة بس بتحارب تقولينها خليكي زي ما أنت قوية كملي ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا أبدا لو صبرتي ورديتي ربنا عايديكي عطايا وهدايا كتير قوي بشكرك شكرا وبتنالك دايما نشوفك مشرقة وجميلة زي ما أنت كده وتفضل الحياة بسحرها دايما منورة في عينيك بشكل حضرتك أنا سعيدة لما حضرتك جدا جدا نورتينا بفكرة شكرا شكرا وثلنا معاكم لاختام النهاردة بس الحقيقة إذا كانت حلقة اليوم اللي عبرنا فيها دولنا الأربعة ووقفنا مع كل بيت ومع كل تجربة ومع تجارب كتير تعلمنا منها كتير شفنا بجد قصص حقيقية بس هي كلها قصص لأبطال بيواجهوا بيواجهوا الموت والألم حؤن كيميوي بس في النهاية ابتسامتهم بتعدي بيهم زي ما بتعدي بينا خليكم دايما قد المواجهة وخليك دايما باصس على المراية وقول لنفسك أنا البطل أو أنا البطلة تصبحوا على ألف خير وتكونوا دايما بكل خير